اختتمت فعاليات مؤتمر نظام تعليم المصري ستيم تحت عنوان الواقع والطموحات المنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تضمنت التوصيات التي أصفرت عن الفعاليات اعتبار التوسع والاستدامة في دعم هذه المدارس مشروعا قوميا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي يتم تبنيه بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ورجال الصناعة والمجتمع المدني لتعزيز الاستثمار البشري في الجمهورية الجديدة وتضمنت التوصيات أيضا التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في منح مدارس ستيم خاصة المدارس التنوية والفرصة المناسبة للتعرف على البرامج الأكاديمية والتخصصات داخل الجامعات